وسط الركام وأثار الحرب والبنى المتهالكة لا يمكن أن تحصي ما خلفه الإرهاب هنا تهجير وترحيل وقتل دون أسباب وإهمال كبير من الجهات الحكومية رغم مرور سنوات على تحرير الموصل هنا واحدة من كبرى المقابر الجماعية في العراق خسفة الموصل أو حفرة الموت حيث استخدمها داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات أعدام جماعية ضد المعارضين لأفكاره من الأهالي بين عامي 2014 و2017 الحكومة المحلية غالبا ما تعلن أن فتح تلك المقبرة يفوق إمكاناتها وتلقي بالكرة في ملعب الحكومة الاتحادية غير أن السلطات لم تفتح هذا الملف رغم مطالبات ذو الضحايا المتكررة بالكشف عن مصير الألاف ممن غيبهم داعش الإرهابي وما يزال ذو المفقودين يطالبون بفتح هذا الملف الذي بدأ يذهب أدراج النسيان شأنه كشأن العديد من الملفات إلا أن المطالبة تتجدد اليوم في ظل وجود حكومة مصطفى الكاظمي حيث دعا نواب عن محافظة نينوى فتح ملف هذه المقبرة الكبرى التي يراد لها أن تنسى ترجمة نانسي قنقر